استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى الثقافة وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الرازق أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن مشددا على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات كما اقترح رئيس مجلس الشيوخ تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط وذلك في الجامعات والمدارس